بعد ساعات قليلة فقط من الإجراءات التي اتخذتها دول عربية اتجاه نهج قطر في المنطقة كرست الدوحة جهودها لتغيير الحقائق بل والالتفاف على أصل الأزمة فأطلقت قطر مكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية ومحاولة تصوير نفسها في دور الضحية وهذا ما لم يحصل فالمطارات مفتوحة والموانئ أيضا وبالنظر إلى المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية والقوانين الدولية فإنها تكشف زيف ما يتم الترويج له وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها الفدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها جينيف إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه قطر ومؤسساتها ويشرح هنا التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر فتسمية الإجراءات على أنها حصار وصف اعتبرته الفدرالية العربية لحقوق الإنسان مستحيل فوثقا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قصرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن وعن ما تدعيه قطر عن قطع شمل الأسر وخصوصا النساء والأطفال يؤكد التقرير على أن الدول الخليجية الثلاث لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بل مارست حقها السيادي حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر كما شرح التقرير أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية شيء لم يحدث وينشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المجد الحرام والمجد النبوي عن أن 1633 معتمرا قطريا أدوا مناسك العمر منذ بدء الأزمة في المقابل استنكرت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمر الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية وينتهي التقرير إلى أن قطر حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكا أو خرقا لقواعد حقوق الإنسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي ترجمة نانسي قنقر